أقامت منظمة طلعاء البعثة في درع أعمال برنامج برلمان الطفل السنوي الهدف إلى تعزيز ثقة الأطفال الطلعيين بأنفسهم ودرسيخ ثقافة الحوار بين الحضور وإلى إلا همية لحقوق الطفل وعطائه فرصتان لإثبات ذاته من خلال مشاركة رأيه مع الحضور اليوم أني كنت رئيسة البرلمان طرحوا رفاقنا الأعضاء البرلمان أسئلتهم السيد المحافظ وسيد طلعاء البعث ومنهم المسؤولين كمان وإن شاء الله الأسئلة كلها الأسئلة يطرحوها إن شاء الله كلها رح تتنفذ حققت لي تعزيز برغبتي بالحديث عن رأيي واليوم نحن قدمنا عدة اقتراحات مشان نعزز رأينا طلبنا من قيادة منظمة طلعاء البعث أنهم يزودوا مدرستنا بأناشيد طفولة وكراس مدرسة على المدارس البرلمان حيحققنا أن نعبر عن مطالبنا وكلها ونحن كنا نتمنى أن يحققونا كل مطالبنا تضمن برنامج البرلمان جلسة حوارية بين أعضاء البرلمان ورئاسته وطرحوا عددا من المشكلات والمطالب التي يحتاجها الأعضاء ضمن مدارسهم والرد عليها من قبل المعنيين مديرة التربية استمعت لمداخلات أعضاء البرلمان وكانت كلها طلبات محقة والطلباتها إن شاء الله خلال فترة وجيزة سيتم تلبيتها على كامل أرجاء المحافظة ينعقد البرلمان الطفلي لرفاقنا البرلمانيين الصغار في محافظة درعا هذا اليوم وقد أدل الرفاق الطالعين بالكثير من الطرحات المهمة سواء كانت هذه الطرحات تربوية أو طالعية أو خدمية أو سياسية مما يدل على وعي رفاق الطالعين تجاه القضايا المجتمعية والقضايا الوطنية والقضايا التربوية طبعا اليوم تم عقدة جسؤولة من برلمان الأطفال وهو مثال حي للديمقراطية في وحداتنا الطالعية وبعد ذلك تم توجههم إلى قيادة فرح الحزب في هذه الصالة الكريمة لحضور الجلسة الافتتاحية الأولى من برلمان الأطفال ختمت جلسة برلمان الطفل بتأكيد المشاركين على عمق الانتماء إلى الوطني وقيمه مرح المقداد الأخبارية السورية أما هلأ سلماء أكيد مكملين بصباحنا غير لليوم ورح ننتقل إلى الحسكة أقامت جمعية صفصاف الخابور الثقافية ما يقارب 50 لوحة فنية تشكيلية تضمنت أنواع مختلفة من أنواع الفن الخط العربي رح نكون بتفاصيل أكثر مع زميلنا أحمد حمدوش تضمن المعرض الفني الذي قامته جمعية صفصاف الخابور الثقافية بالتعاون مع فرع اتحاد الفنانية التشكيليين ومركز سوى شباب التابع لجمعية المودة الخيرية ما يقارب 50 لوحة فنية تشكيلية تضمنت أنماط مختلفة لفن الخط العربي في هذا الملتقى نحن نؤكد على أهمية الخط بصفته فن يحمل طابعا جماليا وبصفته يمثل موروثا نعبر من خلاله عن تراثنا بما أبدعته من أشكال الإبداعات الأدبية والفنية والثقافية والتراثية الهدف من هذا المعرض أنه فيه أكثر من 33 خطاط من ضمنهم فئات عمرية يستهدفها المشروع التي هي من عمر عشر إلى عمر 24 سنة لإمكانية رعاية هؤلاء الخطاطين من الفئات العمرية التي يستهدفها المشروع المعرض جيد وأنا فعلا مرتاح له يعني قديما كان يقولون الخط العربي نزهة النفوس فعلا نزهة وفعلا رح شي ريح النفس أنت تشوف هالتنافس وشوف هالخطوط الجميلة والحلوة أنا سعيد بالمشاركة بهذا المعرض بثلاث لوحات بخطين الحديث والرقعة وأتمنى أنه يظل هالمعارض شاركت في هذا المعرض بروحة واحدة بثلاث خطوط خط الرقعة وخط النسخ وخط الحديث شاركت في هذا المعرض لأن وساثتي كمان شاركوا فيه لأن الخط هو راح للنفس والعبال وجميل جدا ويشارك في المعرض ثلاثون خطاطا وفنانا تشكيليا وعدد من الأطفال وامتاز بعرض نماذج مختلفة لأشكال رسم وتشكيل فن الخط العربي بأنواعه المختلفة ومدارسه العريقة المنوعة وتمازج الخط العربي بالفن التشكيلي بما يبرز جمالية الفنين أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة اشتركوا في القناة